ازاي تركب حامل الشاشة بكل سهولة اول حاجة قبل ما تشتري لازم تتأكد ان الشاشتين فيهم اربع مصامير زي كده بالنسبة لاغلب الشاشات في زرار بتدوس عليه تشيل الستاند وممكن تلاقي مصامير هتفركها عشان الحامل تاني نوع بيكون الظاهر دائري فالحامل بيدغط عليه فممكن تستخدم ورقة تمنع الاحتكاك لو خايف عليه الجرح بعد ما تأكدت ان الشاشتين تمام فهتدخل على الموقع تختار الحامل وعندك انواع كتير اهمهم الفردي بيكون الشاشة واحدة والسنائي في منه نوعين العادي وده الشاشتين بيكون بنفس الارتفاع وباقي الزرار بتتحكم فيها براحتك عادي انما البرو تقدر تتحكم في ارتفاع كل الشاشة لوحدها زي الهايدروليك بالنسبة لمحتويات العلبة بيكون فيه الدراعين وده النوع السنائي البرو فيه العصائي الاساسية وجلد عشان المكتب ومصامير والإلن وشريط للتنظيم حطيت الجلد على المكتب وفكيت الحامل لحد المقاس المناسب وبعد كده ربطته كويس وبعدها بالإلن ربطت القطعة الاساسية اللي فوق وبدأت هفك المسامير عشان الدراع وحافظ على القطعة دي طيب هنبدأ نركب الدراع هتحتاج تحط وردة فوق وردة من تحت وتركبه في النص وتسقط المصمار زي ما انت شايف كده بالزبط الحوار مش سهل لها تحتاج تركز وهيركب معك واخيرا بعد ما ركبتها قفل الصمولة وربط على كده وبالنسبة للتاني اللي فيه مفصلة زي دي هتعمل نفس الحوار بالزبط بس تتأكد ان لو لفيت الدراع اللي تحت هيكون في اتجاه الربط وهفهمك الحوار دا ليه بعدين تاني مرحلة وهتحتاج حد يساعدك فيها وهو تركيب الشاشة هتربط المصامير لحد ما يكون الشد معقول ما تتعفاش عليها خالص ها وبعد ما تخلص هتوصل لاهم مرحلة وهي تثبيت مستوى الشاشة كل اللي هتعمله انك هترفع الشاشة اكتر من مستوى اللي حبه وتربط المصمار دا للاخر وبعد كده هتبدأ تنزل الشاشة واحدة واحدة لغاية ما تثبت معاك لو نزلت اكتر من انت محتاج هترفعها اكتر وتربط تاني وهتكرر لحد ما تثبت معاك بعد ما تتأكد ان الاجتفاع مناسب هتثبت الزاوية بحيث الشاشة تكون عمودية على المكتب والموضوع دا هيخد منك وقت بس هيها زبطة مرة واحدة وتالت مرحلة هتبدأ تظبط وضع الشاشتين بالنسبة لبعض بحيث يكون مفيش فرق بينهم وطبعا لازم ترتب الكابلات كويس جدا عشان يكون الشكل منظم واخر خطوة من اعدادات الويندوز هتظبط مكان الشاشة التانية وتأكد انك لما بتحرك الماوس يخرج تقريبا من نفس المكان وبس كده دا الشكل النهائي الارخص واجمة حامل شاشة في السوق مستنى عفوك في الكومنتات